السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم حبيبي أبطال جريد 4 النهاردة ان شاء الله هنحل exercise on lesson 3 يلا بينا جريد 4 تبدأ تجمع معي نمبر 1 choose the correct answer 1 a ball at the top of a heel stores space energy عندك كرة موجودة على قمة الهيل ادي الهيل أهو والكرة موجودة على القمة هنا هو يا ترى ايه نوع الطاقة بقى يا ولاد اللي بتكون store احنا قلنا اما تلاقي كلمة stores او كلمة position يبقى على طول نوع الانرجي sound light chemical potential اخترو يا جريد 4 excellent potential energy ما نلاقي كلمة store او نلاقي كلمة position يبقى نوع الانرجي potential energy نمبر 2 the stored energy in a battery of a flash light changes into space when it's turned on الطاقة اللي بتكون stored متخزنة في البطاري البطاريات بتاعت الفلاش لايت بتتحول لإيه لما احنا نعمل turn on نشغل الفلاش لايت الكشاف دوت a chemical energy b sound energy c light energy d potential energy خلي بالك هو بيقول لك the stored energy in the battery اللي هي تعتبر الطاقة المتخزنة في البطاريات الكيميكال بتحصل لها changes يعني بتتحول إلى الكيميكال هتتحول لإيه في الفلاش لايت excellent هتتحول ل light energy number c three all the following example stores chemical energy except كل الأمثلة دي بتخزن chemical energy مع عادة واحدة احنا عايزين الواحدة بقى اللي مش بتعمل store للكيميكال energy الفود طبعا يميس الفود بتعمل store للكيميكال energy على هيئة الفود اللي احنا بنكله اللي بيكون فيه موايات كيميائية natural gas طبعا هي chemical energy بتتكون من المواد الكيميائية اللي بيتكون منها natural gas الباتري طبعا فيها chemical اللي بيبدأ يتصنع منها الباتري عندك compressed spring compressed spring اللي هو السلك اللولابي او الزنبوركي طبعا دي مفهاش chemical energy دي فيها potential energy يبقى يبقى d four energy can do all the following except الenergy هتعمل كل الحاجات دي مع عدة واحدة ايهي يبقى الواحدة اللي مش هتعملها number a it can be stored in an object b it can be transferred from an object to another c it can be transformed from one form into another d it can be destroyed and cannot be created هي الenergy هتعمل do لكل الحاجات دي except معدة واحدة تعالوا نفكر مع بعض بصوت عالي it can be stored in an object هتتخزن الenergy في object اياميس زي القرى ما تكون موجودة الهيل هتعمل stored potential energy it can be transferred يعني بتنتقل اه خدناها المرة اللي فاتت الkinetic energy اللي اتنقلت من الرجل اللاعب بتاع قرة القدم للكورة وبعدين راحت للشبكة it can be transformed اه خدنا المرة اللي فاتت الدرس كل التحولات بتاعت الانرجي من شكل لشكل طيب it can be destroyed and cannot be created يعني تقدر ان هي تتحلل وتتحطم وما تقدرش ان انت تتخلقها طبعا هي دي الاختبت الوحيد قلنا المرة اللي فاتت في اللو بتاع conservation of energy الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم the energy can not في كلمة هنا not be destroyed and can not be created لا تفنى ولا تستحدث من عدم لكن بتتحول من صورة لاخرى number five if an object stops at a certain heights from the earth service for two hours than fall down عندك في object قلتكم مثلا كورة قعدت وقفة في المنطقة دي على ارتفاع من سطح الارض لمدة ساعتين وبعد كده بدأت ان هي يحصل لها fall down تنزل لتحت this means that هذا يعني an its potential energy will be destroyed before two hours potential energy هيحصل لها destroyed هتتحطم قبل الساعتين ولا number b its kinetic energy will be destroyed after two hour ولا number c its stored potential energy will changes into kinetic energy ولا number d its stored kinetic energy will change into potential energy تعالوا نشوف احنا قلنا في القانون بتنحفز الطاقة اللي احنا لسه قلنا ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم يعني can not be destroyed قلنا هنا في كلمة not can not be destroyed الحاجة فيها destroyed دي غلط خالص مفيش حاجة اسمها destroy wrong wrong طيب هي وقفة هنا على بعد height من earth على بعد h من سطح الار يبقى هي لها kinetic ولا potential energy لها potential potential energy اما هتبدأ تنزل من على القمة تنزل لتحت يبقى الpotential هتتحول لkainetic يبقى الاجابة الصحيحة بتاعتنا number c it's stored potential energy بتخزم potential energy will change into kinetic energy هتتحول لkainetic energy number six all the following example have stored potential energy except كلهم بيخزنوا potential energy مع عدة واحدة number a stop the roller coaster at the top of the hill اه طبعا ده بيخزن potential energy number b moving car on a flat road number c battery of a car number d compressed spring of a toy البattery بتاع الكار فيها potential energy على هيئة chemical احنا قلنا potential energy ياولاد لها نوعين form اسمه gravitational potential energy ونوع اسمه chemical potential energy طبعا spring of a toy ياما بتضغط السلك اللو لابي بتاع الطوي دي برضو فيها potential energy يبقى الوحيدة moving ترى ما حاجة فيها moving يبقى دي على طول kinetic مش potential يبقى number b دي except اللي عندنا seven all the following examples represent kinetic energy except معادة واحدة كلهم kinetic معادة واحدة number eight تعالوا طيب عشان نفكر كلمة ال kinetic energy ال kinetic energy احنا عملنا لها كلمة اختصار لها قلنا اسمها كلمة عشان ما تنساش steel s t e l ال s يعني sound energy t thermal energy e electrical energy l light energy عشان تفضلوا فكرينها steel طيب number a light wave move through the air ده kinetic اه ده kinetic احنا عايزين accept ال example اللي مش kinetic يبقى دي مش kinetic معا sound wave moving through the air حرف s احنا كده قلنا light وهذه s يبقى دي kinetic طيب تعالوا نشوف number d water particles moving during heating هزيئات الميا اللي بتتحرك اسناء الهيتنج دي اللي هي السرمة يبقى دي برضو قيناتك يبقى الexamble الوحيد chemical energy in car battery الطاقة الكيميائية اللي ميتخزنة في البطاريات بطاريات العربية احنا قلنا potential energy نوعين graphical وchemical فطبعا هنا البتاري بيكون فيها chemical energy يبقى النوع ده هو potential energy number 8 the potential energy of an object depend on يعتمد على mass only height from the earth service only mass and its height from the earth service temperature ماخدنش حاجة فيها temperature احنا لو تفتكروا ان potential energy القانون بتاعها نفتكر مع بع كان اسمه mug mag h قلنا g اللي هي gravitوشنال بتاعت الجاذبية الارضية و m mass وال h اللي هي height يبقى هي depend on number c mass and height from the earth service 9 the type of potential energy that's stored in batteries is cold space potential energy الطاقة اللي بتتخزن في batteries قلنا اسمها ايه على طول قلنا اسمها chemical potential energy number ten all the following are forms of kinetic energy except قل لهم kinetic energy except افتكروا معانا قلنا كلمة kinetic energy الكلمات بتاعتها اختصار كلمة steel st e l s sound t thermal e electrical l light ادي عندك light وهدي sound وهدي electric يبقى كل دول كيناتك يبقى الexcept الوحيد اللي عندنا هو number b chemical energy شوفوا سهل ازاي سهلناها ونحلقوا على الاخر هيا يلا لأول مرة تشوفوا قناتنا لايك على الفيديو اعملوا مشاركة مع اصحابك عشان بكل يستفيد number eleven all type of energy can be classified into two main groups which are احنا قسمنا energy لمجمواتين كبار هم ايه هم طبعا potential energy وال kinetic energy number c سهلا قوي قسمناها potential و kinetic tool ما احنا بنشرح lessons اللي نسفلتت بنقول potential energy و kinetic energy تعالوا هنا question number two choose from column b what suits in column a عند column a sound energy light energy thermal energy stored chemical energy in food stored chemical energy in battery تعالوا كده نعمل زي ما قلنا وتعودنا نقرأ column b الاول ونقول عروس t الحل ايه number eight changes into another form of energy that can be stored 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 فين بقى inside human body يبقى هي بتتحول لشكل من اشكال الطاقة وبتكون stored يعني متخزنة inside human body يا طرى بقى مين الطاقة بتاعتها بتتخزن في ولا السيرمل ولا stored chemical energy in food ولا stored chemical energy in pederis طبعا هي stored chemical energy in food الفود هو اللي بيبقى جوة اسمنا يبقى number four بتاخد a number b when it reaches our ears ears يعني الازن بتاعتنا it's causes hearing بتسبب ان احنا نسمع يعني ما بتوصل لو ادننا احنا بنسمع مين بقى من دول احنا خلاص خلاصنا number four عندك sound light thermal stored chemical energy in battery طبعا هي sound energy اما بتشغل السماعات والصوت بيوصل لغدانك بتسمع يبقى number one هتاخد number b number c changes into electrical energy in a flashlight بتتحول ل electrical energy في flashlight light الكشاف بتاع هل هي بقى light ولا thermal ولا store the chemical energy in battery طبعا هي رقم five الطاقة الكيميائية المتخزنة في البطاريات بتتحول electrical energy in flashlight يبقى five هتاخد number c number d it's produced from electric heater turn بتنتج من electric heater استخيان القهرابي طبعا استخيان القهرابي هتدين على طول thermal energy طاقة حرارية يبقى sree هتاخد d بعد كده when it reaches the news it causes smelling ما فيش حاجة في الموضوع ده number f when it reaches our eye لما بتوصل لعنين it causes vision بتسبب الرؤية بتوصل لعنين بتسبب الرؤية يبقى هي light energy number two يبقى number two هتاخد f تعالوا بقى هنعمل put right true or false هنحط علامة صح وغلق number three which number three put true or false number one new energy cannot be created but existing energy can be destroyed اتقق جديدة ما نقدرش ان احنا نخلقها لكن اتقق اللي موجودة ممكن ان هي حصل لها destroyed لا طبعا ال energy cannot be created and cannot هنحط هنا كلمة not cannot be destroyed يبقى دية false question number two a compressed spring store potential energy السلك اللولبي بيتخزن في potential energy that's true three as the height of an object from the earth service increase its potential energy increase اه طبعا الhight بيحصل له increase يبقى potential energy بيحصل لها increase that's true four kinetic energy cannot be transformed into potential energy بيقولك kinetic energy cannot be transformed into potential energy اما الرural coaster اللي احنا تكلمنا عنها واعدنا نقول الkinetic بتتحول لpotential والpotential بتتحول لkainetic دي ايه لأ طبعا يبقى دي wrong false number five light wave are form of potential energy a light من potential energy false طبعا اللايت يعتبر kainetic energy مش potential six we can see the movement of electricity through a wire انت بتقدر تشوف حركة الالكتريستي داخل ال wire false طبعا انا ما بقدرش اشوف غير light energy بس seven you can change kainetic energy into stored potential energy when you compressed a toy spring that's true صح eight in gas oven الفرن بتاع الغاز او البتو gas the chemical energy is exchanged into thermal energy that's true nine objects that have the same masses and places at the same height have the same potential energy that's true لما ليه نفس mass والميوجود عند نفس high هيكون ليه نفس potential energy تعالوا ندخل لكويتشن جديد write the scientific term اكتب المصطلح العلي number one it's stored the potential energy in carbatory الطاقة اللي بتتخزن في carbatory اسمها ايه اسمها chemical energy اسمها chemical energy it's a form of kinetic energy that can move through the air and you can see it بتقدر تشوفها ما فيش غير light energy light energy هي الوحيدة اللي بقدر اشوفها light energy three it's a form of kinetic energy due to vibration vibration يعني اهتزاز of particles in a substance as it heats up طبعا دي اسمها thermal kinetic energy قلنا عليها في الكاثل اللي بيكون متكون من pyrex لما بتشغله بتشوف الجزائيات بتاعت الووتر بيحصل لها vibration نتيجة ان الطاقة عملت vibration اللي بيحصل نسميها thermal kinetic energy form it's a form of potential energy that suppose object towards the earth بتشد الاشياء ناحية الارض الاسفل يبقى دي اسمها gravitational potential energy طاقة الوضع الخاصة بالكاثب question number five correct is the underlined word number one when an object falls from a 13 height it's stored potential energy changes into chemical energy لما يكون في جسم بيسقط من على ارتفاع بيكون مخزن potential energy بتتحول لكيمical energy لا طبعا بتتحول لقي kinetic energy number two the energy that is resulted due to the vibration of particles in a substance as it's heats up known as sound energy لا طبعا الطاقة اللي بيانتغ عنها vibration يعني اهتزاز لكو زيقات لما انت بيستخنها بنسميها thermal kinetic energy three as the height of an object from the earth surface decrease the potential energy increase لا طبعا the height bl بيحصل decrease يبقى على طول potential energy هي كمان هيحصل لها decreases ما نكتب هنا decreases four thermal chemical electrical light energy are forms of kinetic energy استرناهم وقلنا الاختصار بتاع kinetic energy كلمة steel s t e l s sound t thermal e electrical light يبقى chemical دي مش معنا هنحط بدلها sound five اقار بتري store a form of kinetic energy known as chemical energy لا طبعا مش kinetic هي potential energy اسمها chemical energy او chemical potential energy خلي بالك من number six دي مهمة avan اللي هي مروحة turn the chemical energy stored in natural gas into thermal energy بي حتتم تغير chemical energy اللي موجودة في natural gas الغاز الطبيعي هتتحول ل thermal يبقى دي ايه يبقى دي مش fan دي gas oven اللي هي الفرن اللي بتشتغل بالغاز او البطو غاز question number six complete the following sentence اكمل العبارات التالية number one among the forms of potential energy لها two forms form اسمه gravitational اللي هي خاصة بالجاذبية الارضية والفورمس التاني اسمها chemical اللي موجودة في البطاريات يبقى gravitational way chemical دي من الفورمس بتاعت البطانشيال ايه البطانشيال energy while space energy is a form of kinetic energy ممكن هنا تحط sound ممكن تحط light ممكن تحط اي نوع من انواع ال kinetic energy number two the energy which is stored in a pool at the top of a hill is space بنسميها gravitational potential energy طاقة وضع خاصة بالجاذبية three thermal energy is considered as one of the forms of thermal energy هي نوع من انواع على طول kinetic energy four some forms of kinetic energy travel in air خلي بالك بتمشي في الهواء in the form of wave على شكل موجات such as مين اللي بيمشي في الهواء على شكل موجات عندنا في light وعندنا في sound energy five electrical energy is changes into load speakers اللي هو مكبر الصوت into load speaker بتحط الفيشة في القهرباء الالكتريكال هتتحول على طول هديك صوت هتتحول ل sound energy wire it changes into in the electric van بتتحول في المروحة القهربائية into المروحة بتحط الفيشة في القهرباء هتتحول لإيه هتفضل الريشة بتاعت المروحة تتحرق يبقى هتتحول ل kinetic energy خلي بالك من الحتة دي مهمة نمبر نمبر سيكس in the electric bell الجرز القهربائي space energy changes into space energy الالكتريكال energy هتتحول ل sound energy هتدينا صوت نمبر seven نمبر زي الكميكال energy in the battery of flash light can be changes into الطاقة الكيميائية اللي متخزنة في flash light في البطاريات بتاعته هما تشغل هتدينا ايه هتدينا ضوء light وهتدينا سرمال حرارة الفرن اللي بيشتغل بالغاز إذا كيميكا طبعا بيكون فيها كيميكا الانيرجي تشينجز انتو سرمال انيرجي ناين وين ابول از اونا تابل ستورد عنده قورة موجودة فوق التابل أهي نسنناها قبل كده معيكم قورة فوق التابل ادي الكورة اللي موجودة فوق التابل اي تمام تشتورد ايه الانيرجي وايل از اتس فول داون ادي الكورة ويقعد داون على الارض انيرجي تشينز انتو ايه قاينياتيك انيرجي يبا هي فوق ترابيزها تحت هتتحول لقاينياتيك انيرجي ناين انيرجي تشينز انتو سبيس انيرجي لما تعمل كده يعني بتعمل بتسقف ايدك لاتنين فوق الانيرجي بتاعت حركة ايدك هتتحول لساوند للصوت وين يو رب يعني بتدلك شتعمل كده شتعمل كده رب يو هاند توجيزر كاينياتيك انيرجي تشينز انتو سيرمال حرارة بنعملها كتير في الشتا بنفضل بنعمل الرب لأيدين الاتنين فوق بعض عشان ندفي ايدين 11 فايروركس بروديوز ساوند ان سبيس لايت انيرجي ويش ار كونسيزر از فورمس اوف كاينياتيك انيرجي اه 12 تليفيجن التليفيجن عشان تشغله بتحتاج لي ايه؟ بتحتاج الاكتريكال انيرجي 2 بي اوبراتيد عشان تشغله طب الالكتريكال دي بتتحول لي ايه؟ بتتحول لي ساوند صوت وبتتحول لي لايت بتشغل تلفزيون بتلاقي طلع صوت والشاشة نورد بقى فيها لايت انيرجي which are فورمس اوف كاينياتيك انيرجي question number 7 give reason 4 يعني ما اقولك give reason معناها قل لي ليه؟ number 1 electric lamp produce different forms اوف انيرجي ليه اللمبة القهربائية؟ بتدينا اشكال مختلفة من الانيرجي؟ هنقوله الاجابة بسهولة because it's produced light and thermal energy لان هي بتدينا light and thermal energy number 2 on winding up the spring of a toy car than let it free the car move عندك عربية لعبة فيها الحبل اللي بتشد من وردة لما بتبدأ تلفه او بتشده الحبل اللولابي ده بيكون في واير اللولابي جوه اللي هيحصل العربية هتتحرك ليه؟ because the potential energy قلنا اي حاجة اللولابية كده يا ولاد بصوا ستلك اللولابي كده اهو لما بتبدأ ان انت تضغط عليه من فوق ومن تحت حجمه بيصغر حجمه بيصغر بيتخزن جوه منه potential energy طاقة وضع لما انت بقى هنا بتبدأ تضغط عليه وبعدين بتسيبه the potential energy which stored in the spring هيحصل لها ايه؟ it changes into kinetic energy هتتحول لكاينتك انرجي هتخلي الكار تتحرك question number 8 what happen if ماذا يحدث لو؟ عايزت تفسر according to change of energy طبقا لتغيرات الانيرجي يعني ايه اللي بيحصل في تغيرات الطاقة خلوا بالكوا بقى سؤال رقم واحد ده مهم جدا 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 لان جديد عليكو وكتير بيتلغبط فيه you operate بصوا عايزين برضو نوضع حاجة احنا قلنا فيه two types of energy قلنا فيه potential energy طاقة وضع وفيه طاقة تانية اسمها ايه؟ kinetic energy طاقة حركة طيب احنا قلنا plus يعني الاثنين زائد بعض potential energy زائد kinetic energy هي دون الطاقة كبيرة بقى اللي احنا عارفينها اسمها mechanical energy يعني طاقة ميكانيكية يبقى mechanical energy دي هي عبارة عن مجموع potential energy وال kinetic energy الحتة دي جديدة عليك وركزوا فيها فبيقولك هنا you operate a washing machine انت شغلت الغسالة القهربائية اللي هيحصل according to the change of energy هتحط الفشة في القهرباء بقى أنا هستخدم electrical energy طب electrical energy هيحصل لها changes يا طرح هتحصل لها changes هتتحول ل potential ولا هتتحول لقاينتك لا هتتحول لمجموع الاثنين دول اللي هي الطاقة الكبيرة لأوم بنسميها mechanical energy يبقى changes into mechanical energy لازم تفهم الحتة دي ان mechanical energy هي عبارة عن مجموع مع potential يدينا طاقة كبيرة اسمها mechanical energy حتة دي مهمة قوي قوي ويعتبر سؤال للطالب الجينيوس ازاكي number 2 a boy moves down the slide عندك ولد ونزل في اخر الزوحلية اللي هيحصل potential energy هتتحول لقاينتك energy 3 you switch on an electric lamp شغلت اللامبة القهربائية electrical energy هحصلها changes into light and thermal energy سهلا number number cross out the old word عايز الكلمة المختلفة عندك هنا sound energy فيه electrical energy thermal energy chemical energy كل دول طبعا kinetic chemical energy بس هي المختلفة لاني دي potential number 2 sound energy light energy electrical energy thermal energy طب دول كلهم يا ميسي طبعا لقاينتك او انا عارفة طبعا لقاينتك او انا عارفة طبعا لقاينتك بس في واحدة بس انت بتقدر تشوفها بعينك الهاتف الطبعا لقاينتك وعندك فوق الصلاد في الاعلى وعندك امير تحت بس مش تحت قوي تحت قوي في الحتة دي انما هو قبل التحت بشوية يعني مابين وبين الارض فيه هايت حوالي مثلاً عشرين سنتي بصوا الهاتف اللي هو المابين وبين الارض ده حوالي عشرين سنتي تحت خلص اللي هو هم طيب نمبر وان. مازن هاج هاز ابيج امونت اوف. فين مازن؟ مازن اللي فوق ده. عنده كمية كبيرة من ايه؟ طبعا هو واقف فوق يبقى عنده كمية كبيرة من البوتينشيل لانه واقف على بعضه. بصوا الهايط اللي هو واقف على بعضه. اوبا هاجيط من الأيرث يبقى عنده كورتينشيل انيرجي. نمبر اي? اي من الجمل الاتيته هي عبارة صحيحة. امير هاز الكوينيتك انيرجي مور سان مازن؟ امير اللي تحت ده عنده كيونيتك انيرجي أكتر من مازن. امير هاز الكوينيتك انيرجي طبعا امير تحت لب ويليلهdzه امير حاز كيونيتك لا يبقى طبعا الاجابة الصحيحة هي number A. اللي بتقول امير هاس كينتك انرجي مور ذان مازل عشان هو نزل لتحت فبقى عنده كينتك انرجي. طب خلوا بالكو برضو الحتة دي للطالب الجينيز الزكي بيقولك هنا ايه? the potential energy of the ball. فين البول اهي? is space امير. بتبقى ايه? لا امير. بصوا البول على الارض. قلنا يا ما يكون الحاجة موجودة على سطح الارض ياولاد. مش على بعد ايه هاي. البوتينشال انرجي بتاعها بيبقى ايه? البوتينشال انرجي بتاعها بزيرو. يعني هي ما عندهاش بوتينشال انرجي او بزيرو. طيب امير. امير موجود بس مش موجود تحت هنا. موجود على ارتفاع حوالي 20 سنتي من الارض. يعني فيه نسبة بوتينشال انرجي. بس بوتينشال انرجي ايه? مش عالية قوي. يبقى ازا بوتينشال انرجي او زابول. is space امير. يبقى is less than that of امير. كده ما نكون خلصنا حل الاكسرسايز مع بعض. اتمنى الاول مرة تشوفوا قناتنا. الاشتراك معنا دكتور ساين صفاق. لايك على الفيديو. لو ليكم اي سؤال اكتبوا لي وهارولت عليكم. الفيديو القادر ان شاء الله نشرح lesson four مع بعض. كانت معيكم دكتورة صفاقش علينا. السلام عليكم.